سلام عليكم. جزاكم الله خيرين. اخونا الحبيب طريق. اتفضل معي. سيد اشرف. نور من العراق. مين? نور من العراق. نور من العراق. نور من العراق. تفضل نور. نعم. اه موضعك كان حالي في السهوة غير. حضرتك يا شيع ولا سني سيد نور? شيعي شيع. افضل. انا سؤالي تواطر احاديث سهوة النبي صلى الله عليه وسلم. هل مخالفة لوعظ الله في اية التطهير? ام ان المراقع كذبوا عندما قالوا بالعصمة المطلقة من منذ الولادة الى الوفاة? ده السؤال. افضل. لا 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 يجربوا لا يجربوا. سؤالي لك. هينا اللي بسأل دلوقتي ياكي جاوب ثم عن ذلك اجب. كيف سهل النبي في الصلاة وهو معصوم عصمة المطلقة? نعم. طيب هل ما تردوش هل تتقال? هو جوابك? هو جوابك السهوة السادة افضل افضل افضل. هذه الاحاديث موجودة عزكم ام لا? نحن لا نقول بعدم سهو النبي. انتم المدعين ذلك. يعني احنا بنقول بسهو الانبياء عادي. انتم لا تقولون بذلك. يبقى احنا احنا الموافقين ولا انتم مخالفين. ياكي رد بقى على قدر السؤال. شو جاوبتك ازاي? اهل السنة لا ينكرون سهو النبي. لا نقول بان هناك بشر لا ينسى الاس. انتم مدعين ذلك. الان بقى سؤالي لي. جميع. لو ابدي تفضل. هذه. نعم هذه الروايات موجودة ايضا عدة. عن الامام الصادق قال ما اشكل عليكم من الروايات احنا. وجدتم فيها اختلاف. اعرضوها على كتب المخالفين. فان شابهها اقضروها. ما دم هاي الروايات تضرب بالعصم وموجودة عدكم. رح يمناخذ بي. نعم يا عزو. الصدق كذاب عندما اعترف بالروايات هذه? نعم. الصدق كذاب الذي قال ان الغلاء والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهوة النبي. هل صدق كذاب عندك? ماذا تفاهم? لا انت فاهم كويس جدا. هل المراجع الشيعية التي اعترفت بتلك الروايات واكدتها? كالصدق كذابين? لا مو كذابين. او انت كذاب. ما هو يا اما اللي عندك انهم الصدق كذاب. يا انت كذاب يا الصدق كذاب. ما تقتل لك حل يا ابن ارسى معاي. كيف الصدق الذي اقر بالسهوة? مش كذاب? وتيجي تقول لي امام الصدق قال لك الروايات الموجودة في كتب العامة لا تعملوا بها فهي مش ملزمة لنا. طب العالم الصدق لا مش كذاب. طب الصدق الان اقرى سهوة النبي. ايش حكمه عندك كالشيعي? يا اخي يعني انا امش وراء الصدق انا اكشو. انا بسألك سؤال. انا بسألك سؤال. جعفر الصدق اقرى بسهوة النبي. ها? يا اخي المجلسي اقرى بسهوة النبي. وصحح الروايات. يا عمي الحديد نور. يا عمي نور. الله اسلح حالك. اهدى. عندك الكليني ذكرك حديث عن الامام الصادق. جل المجلسي صحح هذه الرواية. حضرتك كذاب ولا المجلسي ولا الكليني ولا الصدق. ما اما التلاتة دول جاهلة يا اما انت الجاهل. يا اخي والله شغلة ضاعج. يا جل ما عندك كتاب صحيح. يا جل كاي الرواية. يعني والله اعلم والله وبالله. اعلم ان ما عندكوش دين صحيح اساسا مش كتاب صحيح. ولكن انا اقلذمكم بما الذم به المراجع والعلماء نفسهم. انت كرجل عامي ما عرفش عنك سؤالي بقى لحضرتك. الان بصير. هل الصدوق كذاب? ام المجلسي? ام الكليني الذي وصى كرواية الصادق? الاخباري ما الكليني كان اخباري يؤمن بهذه الرواية. ويؤمن بصحتها. فضل جوابني. يا اخي لما هما عندهم اخطاء يا اخي. يا اخي لما هما عندهم اخطاء بيتاخدوا منهم الدين ليه? وازاي وسكتوا اصلا في نقل الدين عنهم. ما هو اكيد يا اما كل الاخطاء يا اما اخد بينهم كامل يا اما ارفض دينهم كامل يا اما اصدق الكلين كاملا يا اما ارفض دينه كامل يا اما اخد من المراجع كاملا يا اما ارفض عنهم كامل ولا ما هو دين المزاج يا حبات الكرام دين الهوى دين صنع بشر فكل بشر بيتزل بنا بيطلع لنا بدين جديد بيطلع لنا بروية جديدة بيطلع لنا بعقيدة جديدة تمام? يجي لأ الكلين مش كذاب. انا كلام. انت مين انت? الله المستعام.